دايماً الكبار حتى في السن الأمهات الكبيرة تقول لها لا لما يعيط كده سبيعيط وهو لما يخلص عياد خالص هيرجع هيجي يأكل وغزب عنه علشان هيجوع صح ولا غلط؟ هو صح بس مش بالقصوة دي يعني بص أنا عارفة أن أنت متضايق بس أنت لو فضلت تعيط كده مش هنعرف نحل المشكلة ومش هتعمل اللي أنت عايزه أنا هسيبك لما دهده خالص وتخلص عياد تعالي أقول لي أنت عاوز إيه عشان أنا مش أدرا أفهمك ومش أدرا أسمعك وإنت بتعيط يعني أرفض التفاوض أسناء لي وانا 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 وبيعيط ويزع لا مرفوض أن أنا أتعامل معيك أو أتفاوض وانت بتزعق وبتعيط بص حبيبي أنا ممكن على فكرة أعمل كل اللي أنا عايز أعمله هو في حدني وأنا مبتسمة بس إحنا مش بنا تمالك أحصبنا الأم المصرية بس دات بتبقى مضغوطة جدا 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 فإحنا بنحس بك قوي أنا يعني بحس بالأم جدا وبقولها قطر خيرك كلنا بنتعصب يعني أمها متخيلين برضو الأخصائين بيحرقوا يولادهم بالريموت كنترول يعني كده نوطي الصوت كده نعلي طبعا إحنا كلنا بنتضغط وكلنا تحت ضغط نفسي وكلنا بنتعصب بس الفرق إن أنا بابقى فهمة الأثار السلبية اللي هتحصل بعد شهرين ثلاثة فبحاول أعمل كنترول بحاول أعالج العصبية اللي صدرت مني وقت غضب هقولك على موقف حياتي يعني منتشر في كل البيوت مثلا الولد أو البنت شبطان في حاجة وعاوزها وأنا كأم عايزة ربي بني تربية صح مثلا فأنا شايفة إنه الحاجة دي حتى لو أدتهاله شوية وهاخدها بعد كده مش مشكلة لكن بابا مثلا شايف إنه أنا كده بدلع الولد أو بدلع البنت فأنا وهو نتناقش قدامه لا ما تسيبهاله لا إدهاله لا ما تسيبهاله لا إدهاله ده إزاي ممكن يأثر على شخصية الولد أو البنت دي من ضمن الأسباب اللي بتطلع الطفل عنيد وعصبي إنه أنا ما عنديش ثوابت الصح هنا غلط هنا والغلط هنا صح هنا يبقى اللي اتنين ينفعوا يبقوا صح فهم أصدي إيه فمع ماما هعمل الطريقة اللي تنفع مع ماما مع بابا هبقى بالشكل اللي ينفع مع بابا يعني الطفل زكي جدا وبيعرف يشتغلنا حلو قوي فده أكبر خطأ كبير كلنا بنقع فيه قدام الطفل مش لازم يوصلوا حتى لو إحنا بيننا مشكلة كبيرة وإحنا عندنا مشكلة نخرج الطفل من حساباتنا قدام الطفل ماما قالت لا لازم نحترم قرار ماما ولازم نشوف ماما قالت لا ليه مش يمكن أنت غلط في كذا كذا أو ماما عندها حق يعني فالطفل لما يروح لبابا مثلا بابا قال لا فماما تيجي تقف مع بابا بابا قال لا فإحنا لازم مش هنقدر نعمل الحاجة دي غلما بابا يغير قراره ويوافق فإحنا ممكن نعمل اللي هو عايزه عشان هو يرضى يدينا كذا فهم الفكرة إيه فهو هيحس إن الاثنين رأيهم واحد فخلاص هيخضى على الروس هيخضى على الأمر الواقع ويختار ما بين الحاجات النار